موسيقى إن عقدت يومي الثالث عشر والرابع عشر من يناير الجاري أشغلوا الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بمعهد موليرشيد للريادات بالمعمورة هذه الدورة تأتي بعد حركية تنظيمية استثنائية شهد الحزب على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني للحزبة أكد خلال الجلسة الافتتاحية أن حزب المصباح عازم على مواصلة مسيرته النضالية بوحدة الصفه الداخلي وتماسك مناضليه ومناضلاته لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة وبناء مجتمع تحكمه العدالة مشددا على أن حملات الاستهداف لن تنال من قوة وتماسك الحزب الذي سيواصل القيام بأدواره الكاملة في مواصلة معركة الإصلاح على حد تعبيره فمعركة الإصلاح ومحاربة الفساد والتصدي للمرسدين هي أولاً وقبل كل شيء معركة نفسية ومعركة استنزال وهو ما ينبغي أن نعيه جيداً حتى لا نكون وقوداً لمثل هذه الحملات المتتالية والتي لن تتوقف وتزداد بحسب الاستحقاقات والسياقات الجلسة الافتتاحية تميزت أيضاً بتقديم التقرير السياسي للحزب من طرف الأمين العامة الدكتور سعد الدين العثماني الذي توقف فيه عند عدد من القضايا الوطنية الهامة التي يعرفها المغرب منوهاً في نفس الوقت بالوضع الصحي الذي ينعم به الحزب داعياً أعضاء حزبه إلى مواصلة النهود بمسؤولياتهم في سبيل تحقيق الأهداف الإصلاحية وما تقتديه من تقوية للمجتمع وتحصين للثوابت الدستورية إلى جينة نوقع وهنا نقول الحمد لله على العافية التنظيمية للحزب في هذه المرحلة المرحلة الأخيرة كانت عافية تنظيمية معتبرة شهدنا الحوار الداخلي مرة أربع جولات الحوار الداخلي في جو راق مع ما تخلى له من نقاش أحياناً يكون ساخناً ولكننا لا نتهرب من النقاش القوي والساخن ومن اختلاف وجهة النظر أشغال جلسات المجلس توصلتها طيلة يوم السبت الماضي وعرفت تقديم ومناقشة عدة تقارير أهمت أداء الحزب للسنة الماضية ومآل توصيات وقرارات المجلس الوطني السابق بالإضافة إلى المصادقة على مشروع برنامج الحزب للسنة الجارية إجمالاً البرنامج 2018 تم تحقيقه بالنسبة مقدرة ومهمة بالنسبة ل2019 حددنا ثلاثة الأولويات الأولويات التي تتعلق بأنه لو بدنا نهتمون نزيدنا نهتمون بالدات التنظيمية دينا أكيد أننا حزب العدد التنظيمية شاهدها الزات سياق سياسي سياق سياسي غير مساعد اللي كنشوفه اليوم زمي واحدة عدد الأشكال دي الاستهداف دياله ولكن مع ذلك البنية دي للتنظيمية الحمد لله التلاحم دياله تحتاج منا إلى أننا نهتم بها الأمر الثاني هو نعاود ونقويه للتعامل ديالنا مع العمل التدبيري والجويد دياله ونعلم بأنه دزنا نصف ديالولاية خصنا في النصف المتبقي أن نستدرك ما كان يلزم أن نقوم به والوظيفة تحيز بسياسي والوظيفة ديال التعامل ديالت تأثير المواطنين وبالتالي كتكون هذه الأولويات الثالثة اللي مرتوطة بأنه نقويه وتأثير ديالعموم المواطنين والتواصل اللي ديالنا معهم لأنه مهما يكون وحزب وحزب دعو مقشعبي كبير جدا عليه اليوم رهانات وعليه مسؤولية كبيرة في مرتبط التعامل المواطنين الجلسات عرفت كذلك مصادقة المجلس على مقترح الأمانة العامة بإضافة 24 عضوا إلى المجلس الوطني وعلى الاقتراح الذي تقدم به الأمين العامة لتعويض الشغور في عضوية الأمانة العامة المكتسبة بالانتخاب وذلك بانتخاب ريد أبو جمازي عن فئة الشباب وسعاد العماري لعضوية الأمانة العامة للحزب وكذا تقديم والمصادقة على مشاريع توصيات وقرارات اللجان الدائمة بالإضافة إلى تقديم تقرير حول ميزانية الحزب للسنة الماضية والمصادقة على ميزانية السنة الجارية الاجتماع المجلس الوطني اليوم كان فرصة للحزب لكي يدرسوا أعضاء المجلس الوطني لكي يدرسوا الميزانية الحزب والأداء الميزانية للحزب للألفين وثمنتاش فمن بعد ما تم الدراسة من قبل في إطار اللجان ففي إطار الجلسة العامة تم التقديم الآن الميزانية وتنفيذ الميزانية للألفين وثمنتاش وتم المصادقة على الميزانية وطبيعة حال على الأداء وكانت فرصة كذلك لإدارة المالية للحزب أنها تبين الإنجازات الأساسية والهمة والتي توجد كما عرفتوا كاملين بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لنوه الأداء حزب العدلة والتنمية بخصوص النتائج للألفين وستاش أشغال المجلس توصلت صباحة أمسنا الأحد بنقاش ومداخلات واقتراحاته حول تقديم والمصادقة على تعديلات النظامين الداخلي والمالي للحزب وتقديم والمصادقة على مشروع قراره بشأن منظومة توزيع الدعم على المجال الجهوي وبناء المقر المركزي الجديد للحزب تمت المصادقة على المشاريع النهائية التي يمكن أن أقول بأنها مشاريع عرفت تقدما ملحوظا أصبح عندنا نظام داخلي أكثر تكاملا منسجما مع النظام الأساسي وستطعنا من خلاله أن نتدارك بعض الجوانب النقص نفس الشيء ينطبق على النظام المالي الذي أصبح متقدما ومنسجما مع القوانين التي تنظم المالية لأحزاب السياسية في البلاد واختتم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أشغاله يوم أمس بجلسة ختامية عرف التقديم والمصادقة على مشروع البيان الختامي للمجلس الذي أكد فيه الحزب على المضي قدما للوفاء بالتزاماته وتعاقداته مع المواطنين وكذا تعزيز الديمقراطية وحفظ السلم الاجتماعي دعوة المسؤولين الحزب المنتخبين الحزب الوزراء الحزب إلى مزيد من العمل من أجل الاستجابة الانتظارات المواطنين من أجل التواصل مع المواطنين القرب مع المواطنين والمعالجة ديال كل الاختلالات التي تصلهم وتجذر الإشارة إلى أن أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية صبقتها أشغال اللجان الدائمة للحزب مساء الجمعة الماضي حيث انصب عملها على إعداد التقارير ومناقشة الأوراق والمشاريع التي عرضت أثناء جلسات المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته العادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر